أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اتلقون الظالمين قون فرعا ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلههم ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين أن أرشف على مني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففعلت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن ربت بني إسرائيل قال فرحون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حولهم ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تحتنون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعل عندك من البسجونين قال أرى لو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للبلاء حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاب وبعث في المذائر حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنا لنا لأجغا إن كنا نحو الغالبين قال نعم وإنهم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وطالوا بعزة فرعون إنا لنحو الغالبون فألقوا موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفهم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آم أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا طريق إنا إلى ربنا مقربون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأوصل فرعون في البذائن حاشرين إنها أولاء لشرمة قليلون وإنهم لنا نرائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جناتهم وعنون وكنوز ومقامهم الكريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركوا قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أبرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم ذمأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصبابا فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضعون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءهم الأقدم فإنهم عددون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطرمني ويسقين وإذا برغت فهو يشعين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هذري حكما وألحقني للصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من مرضة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هم ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوين وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يخيصرون يا الله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نسويكم بغض العالمين وما أرمنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر من المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوه نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأغذبون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعروا وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكون أن من المجرمين قال رب إن قومي كالثمون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية حية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد من المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تحبثون وتتخذون نصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعاب وبني وجمات وعون إني أخاف عليكم عذاب يوم عوين قالوا سواء عليما أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خرق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجهد إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعرون وزروع ونخل طلوها هضرين وتمحتون من الجبال موتا من فاره فاتقوا الله وأطيعوا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصوادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقوهم إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادوا قالوا لإن لم تنتهي يا نورك لتكون من المخرجين قال إني لعملكم من القارين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمقرنا عليهم نقرا فساء نقر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن وبك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المغسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوخوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطواس المستقيم ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي جبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه أولماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجربين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم دغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن نوضرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا منه قرية إلا نها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السبع لمعزونون فلا تدروا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخذ جناحك لمن اتبعك من المطنين فإن عصرك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الوحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشراء يقتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل وادي يهين وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أن يمنقلبي يمنقلبون